يلا هنروح للسؤال اللي بعده وبرضو السؤال اللي بعده هو سؤال صوتي جلنا هنسمعه ونرجع نرد عليه سباح الخير أنا عايزة أستفسر بعد إذنك بنتي عندها 11 سنة وعندها نقص فيتامين دال ونقص فريتين عايزة أعرف إيه سببهم وبرضو في نفس الوقت لما استخدم لها بيتامين أديها جرعات فيتامين دال والفريتين هل لي سايد إفكت زيادته؟ بعد ما سمعنا السؤال المعلومة مهمة فيه وهي أنه البنت عندها 11 سنة عندها نقص في الفريتين ونقص في فيتامين دال الفريتين على فكرة جزء من تحليل الحديد يعني إحنا بنعمل تحليل الحديد اللي في السيرم بنسميه سيرم آيرن وبعدين بنعمل الفريتين وبنعمل حاجة اسمها المعادلة اللي ما بينهم وبنعمل يعني بيطلع معادلة كده المعمل بيعملها وبنعمل حاجة اسمها Total Iron Binding Capacity التحليل ده مهمة قوي Total Iron Binding Capacity اللي هو أماكن استقبال الحديد في الجسم لتقييم حالة الحديد لازم الأربع تحليل دول أو بمعنى أدقى هو تلات تحليل والتحليل الرابع أو النتيجة الرابعة دي بتكون معادلة من نتيجتين من التلاتة لازم يكونوا الأربع معلومات دول قدامنا عشان نقول الحديد ده إيه مشكلته تمام؟ دي حاجة هي هنا بتقولي الفريتين ناقص وفيتامين دال كمان ناقص طيب في أسباب كتيرة قوي تخلي الفريتين ينقص هنتكلم عن الفريتين الأول في أسباب كتيرة جدا من هذه الأسباب نقص المحتوى نقص محتوى الحديد في غذاء بنتك الحديد لو قليل طبيعي في الأكل لازم هيقل للمستوى تمام؟ وأنا هنا بحب أن أقول لكم بقى نرجع لحلقات التغذية تكلمنا في حلقة المعادن تكلمنا عن عنصر الحديد وتكلمنا عن العناصر الغنية بيه وهنتكلم أقول لها دلوقتي حالا وقلنا كمان أهميته لأن أهميته أهمية قصوى عشان ما يبقاش فيه أنيميا لأن الحديد كمان هو المسؤول عن يعني وجوده في نسب طبيعية هي المسؤول عن تكوين مادة الهيموجلوبين اللي داخل خلايا كرات الدم الحمرة اللي هي الهيموجلوبين كمان هو اللي بقى اللي بينقل الأكسوجين لكل خلايا الجسم أهمية قصوى عشان كده أنيميا نقص الحديد مهمة قوي أن احنا نتجنبها وأنا هنا الحقيقة لفت نظري في السؤال أنه حضرتك كأم ما ذكرتيش حاجة عن صورة الدم فهل نسبة الهيموجلوبين طبيعية ولا إيه من الأسباب التانية اللي تؤدي إلى نقص الفريتين أو نقص الحديد احنا اتفقنا عشان بس تبقى الأمور مرتبة احنا لازم نعمل تحليل سيروم آيرن غير الفريتين بقى فيه حاجة اسمها سيروم آيرن اللي هو الحديد في الدم خلاص الفريتين ده تعمل بنعمل تحليل كمان اسمه Total Iron Binding Capacity أماكن مستقبلات الحديد في الجسم تمام ففيه من الأسباب التانية اللي تؤدي إلى نقص الحديد إذا كانت الدورة الشهرية بدأت عند الطفلة وهي عمرها 11 سنة وحضرتك برضو ما جبتيش سيرة هذه النقطة لأن بعض الأطفال الأنسات بقى الصغيرات لما بتبدأ الدورة الشهرية عندهم بيبقى فقدان بيبقى عندهم الحديد بنسميحنا Borderline يعني اللي هو على الأد أو على يعني الحد الأدنى فلما تبدأ الدورة الشهرية بيحصل فقدان لكمية ما من الدم وده طبيعة الدورة الشهرية والدورة الشهرية دي بتحصل كل شهر أو كل حاجة وعشرين يوم فإذا كان هذا الأمر قد بدأ لابد هنا بقى من المشورة الطبية يعني نرجع للطبيب بتاعها علشان نشوف هل نسبة النقص يسهل تعودها فقط بالمواد الغذائية ولا هنحتاج كمان إلى أدوية مكملة أو أدوية مساعدة تمام؟ في حالات كتيرة قوي بيكون بيكون كفاية جدا المواد الغذائية خاصة أنها متنوعة جدا أي حد عنده نقص في الحديد مهم قوي أنه يوميا يأكل الحاجات اللي أنا هقولها دي يوميا يوميا يعني كل يوم لازم كل يوم كل يوم يأكل تمر اللي هو البلح أو أرسيا يعني التمر وفي سن بنت حضرتك ممكن يبقوا خمسة أو أربعة تمام؟ وممكن نبدل يعني ما بين التمر وما بين الأرسيا تمام كده؟ لازم كمان يشربوا عصير الرمان لازم يأكلوا لحمة حمرة يعني مش لازم كل يوم بس لو كل يوم المقدار ما يقلش هنا عن 100 جرام في اليوم احنا هنا بنصلح كأننا بندي أدوية تمام؟ لازم يأكلوا مقدار من العتس البني يأكلوا مقدار من الملوخية يعني أو يعني مش كل الحاجات دي مع بعض الملوخية البقدونس الجرجير التفاح البتنجان كل دي حاجات البنجر يعني باختصار كده بنت كل يوم لازم تاكل يعني لحمة خلاص؟ وتاكل حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي فالنوع بقى يوم تاكل ملوخية يوم تاكل بنجر بنجر بتعمل سلطة بيبقى كويس جدا خلاص يوم تاكل بقدونس يوم تاكل جرجير يوم تاكل بتنجان يوم تاكل تفاح يوم تاكل عسل سود خلاص؟ كل ده في حديد خلاص كده العتس البني ما ننسهوش العتس البني من أهم أهم مصادر الحديد كل 100 جرام فيه 36% من احتياجات جسمنا من الحديد تمام؟ طيب ايه تاني؟ في مرة من الأسبوع يعني أحد أيام الأسبوع ناكل كبدة مرة واحدة مرة واحدة في الأسبوع ايه تاني؟ فيه أقوة وإحنا نسينا برضو أو برجق بفكركم أن أنا قلتها في الأول عصير الرمان عصير الرمان مهم جدا في حالات العلاج نقص الحديد ولازم زي ما قلت تاكل طمر أو تاكل أراسيا ده مهمة قوي وناكل كبدة مرة في الأسبوع وناكل يومين في الأسبوع العشاء أو الفطار يكون فيهم عنصر برضو بروتين من أصل حيواني يعني يومين من السبعة أيام نفطر أو نتعشى يعني ممكن مرة فطار ومرة عشاء أو مرتين فطار أو مرتين عشاء يومين بس في الأسبوع ايه بقى؟ حاجات كتيرة قوي قوي يعني زي مثلا البيض بالبسترمة زي مثلا الفطاير اللي بتتعامل اللي هي السنبوسة دي اللي بتتعامل باللحمة أو بتاع طبعا السبانخ برضو من العناصر المهمة قوي بالحديدة فتكرتها دلوقتي لما قلنا السنبوسة سواء اللحمة أو السبانخ وهكذا تمام؟ ده بالنسبة للفريتين أو بالنسبة لنقص الحديد بالنسبة لنقص فيتامين دال نقص فيتامين دال فيه أسباب كتيرة تخليه ينقص أولا فيتامين دال لازم التعرض للشمس كتير علشان يعني بشكل يومي علشان فيتامين دال ده مختزن في الجسم بس بصورة غير نشيطة فالشمس أشعة الشمس الآمنة اللي هي ما بتكون ما بين الساعة قبل 11 صباحا أو قبل 11 ونص وبعد الساعة ثلاثة أو ثلاثة ونص عصرا ما بينهما لأ ما نتعرضش للشمس عشان بيكون فيه تكسيف للأشعة فوق البنفس جاي طيب ايه تاني من مصادر فيتامين دال المهمة للجسم من مصادر الغذائية الأسماك بشكل عام والمكرل بشكل خاص السمك المكرل ده غني قوي بفيتامين دال صفار البيض غني بفيتامين دال اللبن الحليب غني بفيتامين دال يعني الحاجات دي فيها فيتامين دال كويسة تمام ايه اللي يخلي فيه نقص فيتامين دال زي ما قلت عدم التعرض للشمس أو عدم تناول المواد الغذائية دي ونقص فيتامين دال مشكلته انه هو بينعكس على نقص الكالسيوم يعني بيأثر ان الكالسيوم كمان يقل فخلي بالك قوي من النقطة دي تمام كده فأرجو انك تنفذي يعني النصايح دي وان شاء الله هيكون فيه تحسن ان شاء الله